انتشار الألغام في العراق بعد عام 2003 أصبح كارثة تهدد حياة العراقيين وتثير مخاوفهم حيث قدرت الأمم المتحدة في تقرير لها عدد المقلوفات الحربية الموجودة في العراق بخمسين مليوناً ما يعني تفوق عددها على العدد الكلي للسكان البلاد البالغ أربعين مليون نسمة بحسب تقرير لوزارة التخطيط نهاية العام الماضي وزارة الداخلية الحالية أقرت بأن ملف الألغام والمخلفات الحربية واسع ولا يمكن إنهاؤه واعترفة أن العدد الأكبر من المخلفات تم رفعها من محافظة نينوى ومحافظات الأنبار وكاركوك والبصر وواسط والقادسية تقرير الأمم المتحدة أثار مخاوف العراقين الذين حملوا الحكومة مسؤولية تجاهل هذا الملف وذلك بعد أن تسبب الإهمال الحكومي بشكل شبه أسبوعي في مقتل وإعاقة العديد من العراقيين وفقاً لما أعلنت عنه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوجود نحو أربعة ملايين معوق في البلاد بحسب الإحصائية الأخيرة الأمم المتحدة كشفت أن السبعين بالمئة من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية غير المنفلقة ما تزال تحت الأنقاض وهي سبب الرئيس الذي يمنع ويصعب العودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم في وقت أعلنت منظمة اليونسيف مقتل 35 طفلاً عراقياً وإصابة 41 آخرين بتشوهات نتيجة تعرضهم لانفجار مخلفات حربية وألغام خلال العام الحالي لتبقى بذلك الألغام واحدة من أكبر الملفات التي فشلت بها الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال ترجمة نانسي قنقر